حالا بأول هذا الفيديو كنت طرت منكم تنزلوا المام هذا البرنامج هو يلي رح يساعدنا لننشئ داتا بيز لما بتخلصوا تنزيله تنزيله كتير سهل في عنا هاي الكبسة هون ستارت متى ما كبست على ستارت بيروح لحاله بيانشئ سيرفر مكون من بي اتش بي و ماي اسكويل وبيفتح رابط لحاله بهاي الطريقة اذا كبرت شوي الشاشة منروح على التولز ومنضغط على بي اتش بي ماي ادمن هون رح ينقلني على نافذة مشان اضبط اعدادات الدياتا بيز هون فيني انشئ الدياتا بيز اللي بديها هلا بنفس هاي الصفحة في عندي معلومات هون تحت كتير مهمة تحت عند الماي اسكويل في عندي الهوست هو اللوكل هوست هاي المعلومة كتير مهمة بديها بعد شوي وفي عندي البورت وفي عندي اليوزرنيم روت والباسوارد روت هاي المعلومات مثل ما هي هلأ بدي يضيفها على ملف الجافا سكريبت يلي عندي رح روح على هاي القائمة من خلال هاي القائمة بدي ضيف قاعة بيانات بقبس على زرere new وهون اسم القاعة البيانات رح اسميها מה böك بعبس على create هلا بدي ضيف الجدول الاول يلي بح يكون اسمه يوزر بقلب هذا اليوزر انا بدي ثلاثة كولومز اول خلية بدي احفظ فها الايد المعرف تبع اليوزر وتاني خلية buttons احفظ فيها الاسم. ثالث خلية بدي احفظ فيها الايميل. يعني انا بدي ثلاثة واربعة. بعطيه create. هلا اول خلية راح سميها اي دي. راح تكون من نوع انتجر لان راح تكون رقم. حجمها بأدي عشرة. في هون مشان تكون برايمري وتزيد بشكل تلقائي. ثاني خلية راح يكون اسمها نيم. وراح تكون من نوع varchar لان هي عبارة عن تكست او سترينج. وراح احطيها حجم مية. القيمة الثالثة راح تكون ايميل. وراح تكون كمان من نوع varchar. وكمان حجمها مية. هيك بكون انا ضفت ثلاثة اعمدة للداتابيس. بعطي save. هيك على لما بضغط على هاي الماي دي بي. بلاقي فيها تابل باسم يوزر. بقلب هذا اليوزر ثلاثة اعمدة. هلا عن طريق الاكسبرس راح نعمل اتصال مع هاي الدي بي. واضح ضيف يوزر على الداتابيس.